محنة جديدة يواجهها المهجرون في العراق عنوانها العواصف الترابية التي باتت تضرب مناطق نزوحهم بشكل أسبوعي منذ مطلع آذار الماضي مع استمرار التجاهل الحكومي لتقديم المساعدات الإنسانية لهم أو ضمان إعادتهم لمناطقهم والله عندي هذا الجريش العالي ربك عنده صادت واني عنده تها برية وأجدا مرنا دماء الخيام وحفظة كلها مزرفات ويعيش مئات الآلاف من النازحين في مخيمات متوزعة على العديد من محافظات العراق غالبيتهم من مناطق تسيطر عليها الميليشيات وتمنعهم من العودة مثل جرف الصخر ويثرب والعويسات وعزيز بلد وأضيفت لها مؤخرا قرى نهر الإمام بمحافظة ديالا العواصف المحملة بكمية كبيرة من التراب الصحراوي ضربت معظم المحافظات التي سجلت الآلاف من حالات الاختناق بينما كانت الأزمة مضاعفة في مخيمات النزوح التي يبدو أنها أصبحت خارج حسابات السلطات الحكومية المنشغلة بصراعها السياسية نحن أهالي جرف الصخر نازحين حاليا ببزيبز وهل يشوفوننا قاعدين بمخيمات منتهيه تعبانة وعوائل تعبانة وريد يعني حس هاي أطفال أريد تجيب له ملابس ما عنده يعني حس عندي والله أطفال دولة قاعد يصيحون ماعدهم أجيب لهم قطية حليب أكو مسؤول واحد يقدر خلي يجي يوم ماحد يريد يقعد بهاي الخيمة هو وأطفاله يجي يقعد بهاي الخيمة هاي أم العقارب بالحياية خلي يجي يقعد بها هاي الخيمة أبو أنا ما أعتبر أنا أسميها قبر قبر يعني هاي ممو المعيشة أنا بالنسبة لي عندي 12 نفر هاي عشتنا لا راتب يعني المريض إذا يصير عندك مريض يموت ماحد يساعدك العواصف الترابية التي فضحت الفشل الحكومية الممتدة لسنوات كشفت عن تقصير آخر يتعلق بالنازحين الشريحة المنسية الأكثر تضررا من هذه العواصف كونهم يسكنون في أماكن مفتوحة أقرب إلى البيئة الصحراوية وسط ظروف إنسانية قاسية تضعهم أمام مستقبل مجهول